موسيقى مشاهدين مساء الخير في ثاني ايام رمضان حدست ثاني عملية ارهابية يعني بمعدل عملية كل يوم بالامس كانت عملية استشهاد الجنود الاربعة في سيناء اليوم عبوتان ناسفتان صحيح العبوتان محدودتان لكن النتيجة النهائية او المحصلة النهائية استشهاد اثنين من خيرة ضباط الشرطة فيما يتعلق بالخبرة الشديدة في التعامل مع المفرقعات الحياة اللي حصل هيخلينا لا نخفي بعض الحقائق صحيح يعني في النهاية هذا هو قضاء الله سبحانه وتعالى ومهما فعلنا لم نكن ابدا لنؤخر او نعطل هذا القضاء ولو لسانية واحد لكن تعالوا نستفيد من الاخطاء التي حدفت اولا ايه هدف العملية هدف العملية انه الناس تقول لقد تمكننا من الوصول الى قصر الاتحادية الذي يمارس فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاحياته ومهمه يعني نكاد نقترب منك الرئيس هو المستهدف في المقام الاول مع انه العبوة او العبوتان محدودتان للغاية وفي محيط قصر الاتحادية ومحيط قصر الاتحادية يعني انت لسه امامك مسافات كبيرة وامامك اسوار لكن في كل الاحوال الهدف من العبوتين الناسفتين في محيط قصر الاتحادية وتوصيل رسالة انه نستطيع ان نصل على الاقل بالقرب من رئيس الجمهورية ومن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتنين انه بالتأكيد فيه اخطاء امنية في التعامل مع هذه العبوات الناسفة هقول لكم ايه اللي حصل بالزبط من خلال مجموعة من الحقائق والمعلومات النقيب طارق عبدالوهاب وهو كان النبطشي بتاع الادارة المفرقعات في الاتحادية هو اللي بلغ وقال ان فيه عبوة ناسفة وفيه عبوة ناسفة موجودة في محيط قصر الاتحادية وبالتالي جاء العقيد احمد العشماوي احمد عشماوي وهو كان ضبط نبطشي فيه مفرقعات شرق احمد العشماوي الله يرحمه الشهيد الذي استشهد اليوم قام بتعطيل القنبلة الاولى عطالها ازاي نزع شريحة التليفون منها وسبها خلاص طلم انه نزع شريحة التليفون على الاقل الذي سيقوم بتفجيرها عن بعد سيفشل وتوجه الى القنبلة الثانية القنبلة التانية هي التي انفجرت فيه اول مقترب منها وهي التي ادت الى استشهاده القنبلة بقى الاولى اللي هو شال منها شريحة التليفون توجه على الفور المقدم محمد لطفي وحنشوف حتى اللواء علاء عبد الظاهر معاه في الصورة نشوف المشهد اولا هي دي بقى القنبلة الاولى اللي شال منها العقيد احمد عشماوي شريحة التليفون وبالتالي يعني هو قال خلاص انه طالما ان انا شلت شريحة التليفون لن يتمكن الذين سيقومون بتفجيرها عن بعد من القيام بالمهمة ولما توجه للتانية انفجرت فيه التانية طب الاولى بقى اللي شال منها شريحة التليفون هتشوفه دلوقتي وهي تنفجر في المقدم محمد لطفي الشهيد الذي استشهد اليوم وكان واقف خلفه اللواء علاء عبد الظاهر وهو مدير الادارة العامة للمفرقعات وهو اصيب بشظايا كثيرة ومتعددة في جسده اشتركوا في القناة 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 العبوة الأولى قام العقيد أحمد عشماوي بنزع شريحة التليفون منها وتوجه إلى العبوة الناسفة الثانية لكن العبوة الناسفة انفجرت فيه وهي التي أدت إلى السشهادة طب العبوة الأولى اللي نزع منها شريحة التليفون هي اللي شفنا منذ قليل وهي تنفجر في المقدم محمد لطفي وكان يقف خلفه اللي هو علاء عبدالظاهر هو اللي احنا شايفينه اللي هو علاء عبدالظاهر ده مدير إدارة المفرقعات اللي هو بيوطي والمقدم محمد لطفي اللي هو لابس أبيض تحت لأن احنا هنشوفهم معنا بعد كده في تقرير بالصوت والصورة هي انفجرت طبعا انفجرت من خلال السخونية لأنه نزع شريحة التليفون وبالتالي لم يتم تفجيرها عن بعد دي العبوة اللي شال منها شريحة التليفون العقيد أحمد عشماوي الذي استوشي ده في البداية طبعا ايه الأخطاء بقى اللي حصلت وايه الملابسات بالتأكيد في التعامل مع العبوات الناسفة يجب أن تكون لدينا إمكانيات كافية والحقيقة احنا كنا عملنا تجربة حنشوفها على الشاشة الآن مع خيرة ضباط المفرقعات زي ما أقول لكم في وزارة الداخلية وهم الحياة لديهم المهارة الكافية للتعامل مع هذه القنابل والعبوات الناسفة والمتفجرات وشاهدنا ذلك في أكبر من وقع مصر منذ فض الاعتصامين وهي تعيش سلسلة تفجيرات تعامل معها خبراء المفرقعات بكفاءة كبيرة لكن هل ده ألم يكن يقتضي أن تكون لدينا الإمكانيات الكافية المتعلقة بأنه يبقى عندي السيارات المعدة المعدة لذلك ويبقى عندي كل الإمكانيات اللي البعض حتى تحدث عنها ولائي حتى بعض الضباط الصابقين في المفرقعات يقولوا أنهم الحماية المدنية تهتم بالمطافي أكثر مما تهتم بالمفرقعات آه أهتم بالاتنين لكن كمان لما تبقى مصر تعاني من عمليات إرهابية ويتم استخدام عبوات أنتم عارفين العبوات كمان محدودة بدليل أنها هي بتنفجر في القريب منها وخلاص هي محدودة وهي دي إمكانياتهم الآن يعني الجماعة الإخوان في ظل حالة الاحتضار كل ما تستطيع أن تفعله هي هذه العبوات المحدود الهدف أنه يوصلوا رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي استطعنا على الأقل أن نصل إلى محيط القصر كان يمكن أن نتفادى كل هذه الأزمات والمشاكل لو كانت لدينا الإمكانيات المتعلقة بالتعامل مع العبوات تعالوا نشوف هذه التجربة السابقة اللي احنا كنا عملناها من خلال برنامج العشرة مع بعض ضباط المفرقعات اللي استشهد منهم هتلاقوا حتى المقدم محمد لطفي اللي استشهد هتلاقيه هتلاقوا في هذه التجربة هتلاقوا كمان اللي وقع على عبد الزاهر اللي أصيب بإصابات خطيرة موجود في هذا التأرير النقيب طارق عبد الوهاب اللي هو بلغ اللي هو ضابط نباطش فيه محيط قصر الاتحادية وهو ربنا يشفيه لأنه قطعات زراعاه يدي الاتنين اتقطعوا بالإضافة لإصابات في قدمه وإصابات كثيرة ومختلفة يعني يعني احنا فقدنا خير الضباط المفرقعات فيه التعامل مع عبوتين ناسفتين محدودتين الصنع والتصنيع وكان يمكن أن نتفادى ذلك صحيح لا يمكن لأحد أن يعطل قضاء الله سبحانه وتعالى ولو لثانية واحدة ولكن علينا أن نستفيد من هذه الأخطاء وندعم ضباط المفرقعات وندعم ضباط المفرقعات وندعم ضباط المفرقعات